تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بالشكر والتقدير لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصرة وقال المفاوض العام للهيئة العليا للعشائر عاكف المصري قال أن مصر منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تتدخر جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق مثمنا جهود الهلال الأحمر المصري الذي يبزل جهودا مضاعفة في توفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وأضف المفاوض العام للهيئة العليا للعشائر أن جهود مصر لم تقف عند حد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وحشد الرأي العام الدولي لدعم الشعب الفلسطيني بل فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة وقدمت نحو 80% من المساعدات الموجهة للأهالي في غزة فضلا عن إقامة عدد من المخيمات لإيواء النزحين وإقامة المستشفيات ترجمة نانسي قنقر